مشاهدين متابعين الكرام في راديو الغد أهلاً ومرحباً بكم اليوم نحن نقف بالقرب من الشركة التي تنفذ أعمال الجسر السادس ومقترباته في هذه الأرض هناك مجموعة من قطع الأراضي السكنية التابعة لجمعية الأدوية وهناك بعض الدور السكنية أيضاً سيتشملها عملية التعويض وأيضاً هناك العديد من الأراضي الزراعية المغروسات سيتم إزالتها ونتمنى أن يتم التعويض هناك مناشدات أدى وصلت إلى راديو الغد نحاول أن ننقلها إلى ذوي الشأن والاختصاص حتى نسمع منهم آخر المستجدات وهل بالإمكان تعويضهم بمبالغ أو بقطع أراضي أخرى؟ تابعونا بعد هذا الفاصل مشاهدين متابعين الكرام أهلاً ومرحبكم بعد أن استمعنا إلى مناشدات أدى وردت إلى راديو الغد من الأخوة لأراضيهم قريبة من الجسر السادس والمقتربات هناك أراضي زراعية فيها مغروسات هناك أراضي سكنية فيها سنة 25 وأيضاً دور سكنية وغير ذلك هذه المناشدات ارتعينا أن نوصلها إلى السيد حسن العلاف نائب محافظ نينوة المسؤول عن هذا الملف السلام عليكم السلام ورحمة الله هناك مناشدات كما ذكرنا وصلت وحضرتك رئيس اللجنة ما هي الإجراءات المتخذة وكيف هي الحلول؟ طبعاً بعد إذي بدأ تشكلت لجنة بالأمر ديواني من قبل أمانة العامة لمجلس الوزراء بجرودات المزروعات المتضررة من مقتربات الجسر السادس وكذلك الأبنية وكذلك الآبار وكذلك الأراضي بلغون أنه نعمل عملية جرد كاملة فقامت دائرة زراعة نينوة والطرق والجسور وعقارات الدولة بإكمال هذه الجرودات وأرسلناها إلى بغداد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال تعويضات للمواطنين المتضررين لهذه المنطقة الموضوع شطرين بينهم الشطر الأول هو الأراضي الزراعية والشطر الآخر هو الأراضي للملك الصرف وكذلك دور سكنية هو ملك الصرف أرض الدور بالعموم المشيدات سيصبح عليها تعويض حسب ما بلغونا مهمتنا كلجنة في محافظة نينوة هي فقط الجرودات آلية التعويض والقيم اللي قيمناها قيم جيدة طبعا تنفع المواطن في هذه المنطقة وهناك اعتراضات بسيطة جدا على بعض الزروع ولكن بالعموم هي مناسبة لهذه المناطق اللي كان فيه زروع البطاطا وكذلك الآبار وكذلك المشيدات على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية فيها إشكالية قانونية طبعا ترفون أنت هي أراضي مملوكة للدولة له حق التصرف المواطن فهذا الموضوع بالدرجة الأساس إذا أراد تعويض قطعة الأرض باعتبار أنه كان لديه حق التصرف لازم يلجأون إلى القضاء وهذه مسألة روتينية طبعا بحيث القضاء يحسم بقيمة الأرض للدولة ما قد قيمتها كانت يعطي فك الرقبة ثم بعد هذا يعوض قيمة الأرض حسب السوق المحلي هذا يعني المحكمة هي اللي راح تبت في هذه الدعاوى القضائية من أجل الاستملاك ثم بعد هذا تعويض المستملك هناك بعض المواطنين يقولون أنه هذه المبالغ أو هذه الأسعار يعني ما راضين عنه هل سيلجأون مرة أخرى إلى المحاكم؟ طبعا لعدد اللي جوا راجعونا خمسة فقط قالوا إحنا معترضين على تعويض الدور مال أعتبار أن هذا بيته كمبنانو حديث والآخر بيته كمبنانو أقدم لكن أنا في قناعتي أنه قيمة التعويض المقدم قيمة منطقية لأي مواطن له حق الاعتراض أنا جوني يناجعوني إلى مكتبي قلتم إخواني قدموا الاعتراض وسنكون معكم سنشكل لجنة تقييمات أخرى لاحقا تعالج هذه المسألة إذا ما رضيت أنت في قضية التعويض مثلا لجنة التعويض إذا طلع المقيمين وقيموا مثلا دار سكني في قيمة معينة يحق للمعترض أن يعترض على هذه التقييمات ثم يعاد تقييمها من جديد إذا كان صحيحا يعالج وإذا كان يثبت القيمة المقدرة سابقة أدنى أراضي الجمعية أصحاب هذه الجمعية حتى لا يعرفون أن أراضيهم ستشمل بالمشروع أو لا كيف سنتعامل مع أراضي الجمعية ولديهم سند سكني طبعا اللي عنده سند سكني بالعموم راح يتم استملاكها بأقيام سعرية عالية حسب الملك الصرف يعني باعتبار الإشكال في بعض الجمعيات في هذه المناطق جزء مننا بسيط جدا راح تمر منه الشارع وجزء الآخر لا ما راح تمر منه الشارع راح يكون قريب من الشارع الرئيسي بالعكس الأقيام كلها ارتفعت بسبب وجود هذا الطريق هناك تجارات راح تفتح أسواق محطات وقود مطاعم كل هذا تعرفون أنت بشارع أصبح تجاري استثماري عليه ستمر العجلات النقل خارج حدود مدينة الموصل خارجية راح تمر وبالتالي راح يرفع القيمة السعرية لهذه المناطق أما الأراضي كما قلت لك التابعة للجمعية هم كذلك هذه الجمعية إذا كان مستلم سنة 23 أو سنة 25 راح نشتريها وكأنها بسعر السوق أما إذا كانت لازال فيها فك رقبة ما مستلم هذه الجمعية يعني وزعتها وما كملت هذه كذلك يلجأ إلى المحكمة ثم بعد هذا يكسب الدعوة القضائية ثم بعد هذا المحكمة هي التي تقيم الأراضي المشمولة بقص الشام أخيرا هناك سقف زمني أو مدة حتى للمراجعة وأيضا تزيد المبالغ والتعويل نحن كلجنة تقييمية كملنا أعمالنا خلصنا أعمالنا يبقى الموضوع معلق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك وزارة البلديات المعنية بهذا الموضوع اللي هم طلبوا من عندنا موضوع التقييم والجرودات المزروعات وكذلك المشيدات فكلنا احنا أرسلناها بكتاب رسمي كملنا أعمالنا ودزيناها واللجنة ننتظر إذا كان هناك قرار لحل اللجنة أو لاستمرار بأعمالها إذا كان هناك اعتراض الموضوع المهم جدا متى سيتم التعويض وكيف سيتم التعويض هذه مسألة معلقة اتحادية بعد أن تكتمل الأعمال قد يحولوا لجانة التعويض ويذهبون أو يشكلون لجنة خاصة في هذا الموضوع نقشى أن تكون مثل لجنة التعويضات اللي عندنا مثلا عندما ينطون التسعير ينطوها 50% ما نقدر نقرر هلية 50% أم راح يستطيع إلى قانون التعويضات أم غير ذلك ما أستطيع أن أبد في هذا الموضوع باعتبار لحدنا لا توجد أي تعليمات حول هذا أستاذ حسن العلاف نائب محافظة أنا وأشكرك على هذه التوجيهات وهذه التعليمات ونتمنى إن شاء الله قواعد من الأيام نلتقي حتى نبرز أكثر بعض الأمور وأنتم أحبة المتابعين والمشاهدين نقلنا مناشداتكم خاصة الأراضي الجمعيات والأراضي الأخرى المملوكة كانت زراعية أو سكنية وأيضا الدور السكنية نتمنى إن شاء الله قواعد من الأيام أن تصدر تعليمات وكون هناك لكل حق كل من ياخذ حقه نلتقيكم في جولات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته